الاحتفالات بقدوم العيد له عادات وتقاليد تبدو من أولويات المواطنين بيد أن هذه العادات تختلف من مدينة إلى أخرى هنا على سبيل المثال في محافظة الضالع خاصة يمارس الأهالي عادات قديمة لاستقبال العيد رغم الحرب والحصار التي تعيشها أغلب المناطق نحن نمارس هذه الفرحة قبل كل عيد نخلط الرماد مع الديزل لا تكلف زلط هذه قديمة من عهد آبائنا وأجدادنا يحتفل أبناء هذه القرى مع أبنائهم وأحفادهم كنوع من إحياء مناسبة استقبال عيد الفطر المبارك على طريقتهم الخاصة التي تبدأ بخلط كميات من مادة الرماد مع مادة الديزل ورصها على حفة المنازل على هيئة كتل مدورة ومن ثم يقومون بإشعالها نستقبل العيد في هذه الفرحة كل عيد في كل سنة في هذه الطريقة التقليدية التي يعني مورينا عليها كل السنين وهذه الطريقة لا تكلف الكثير من المال وبنفس الوقت تثير الاهتمام لدى الصغار بأضوائها وتزيد الأجواء نورا وحضورا فالفكرة أول ما طبقت كانت مبتكرة للتعبير عن الانتصار ضد حكم الأئمة أو من عرفوا ببيت حميد الدين وهو ما أكسبها الشهرة كتقليد بات يعتز بها اليمنيون ويطلقون عليها بالتنصير نسبة للانتصار الذي تحقق في ثورة سبتمبر رغم الحرب التي ما زالت تعيشها هذه المناطق إلا أن أهلها يمارسون وبكل حرية عاداتهم وتقاليدهم محمد مريسي قناة بلقيس الظالع اشتركوا في القناة